الخبر هو اللي عدنا عن مريانا ووصول قناتها باليوتيوب لـ 400 ألف متابع قناة كافيين فإن شاء الله ألف مبروك عقبال 10 مليون يارب وطبع للتسوينية حبايب لتباركوله بالكومنتات على هذا الإنجاز الخبر الثالي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبار فهو اليوتيوبار عدنا هو نورفار فنو ما نزع له سبب للإنستجرام شويتستوريات وبهذه الستوريات أعلم خلال إنه راح ينزل المقطع يكون سكيتش عبارة كلش مضحك راح يكون مقطع قوي راح ينزل اليوم الساعة بالأربعة ومنوضح له واي تعبي بالمونتاج نرطيكم هده للسوريات شفوها يو جلدين رايح منتجكم هلله سكيتش راح نزله بكرة سكيتش بكرة رهيب رهيب راح تعزب عليك كثير من المونتاج فخليكن جاهزين بكرة الساعة 4 راح ندمرو تدمير السكيتش كثير حلو مضحك خليكن جاهزين يا جماعة كيفكن سكيتش هذا السكيتش بكرة راح ينزل رهيب اليوم يعني يوم الساعة عربة عصر رح ينزل رهيب 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 طلعوا التقطاعات والشغلات رهيب كتير خليكن جاهزين اليوم شوف منا واللايك وتا أمار اليوتيوبر ثالي عدف هو أحمد أبروب فأحمد أبروب نزع على سبب الانستغرام شويت اشتراته بهذا الستوريات أعلم يخلح له قادي يجهز مقطع عن فلسطين ويقول له هذا أكثر مقطع تعب علي بحياته وتقرمه هو خاص المقطع ولكن يطلب من المتابعين بس ننزل المقطع يشوفوا المقطع الكامل يحكوا المقطع كوش قوي رحطوكم الستوريات شوفوها أوكي يا جايز آسف للاختفاء بس الفيديو هذا ما أخذ كل وقتي و...لسا مستمر بس بدي منكم تععدوني انكم تحضروا الفيديو كامل بس فقط ما بدي منكم أكثر من هيك بس تحضروا كامل أنا حكون لأنه حسب الأشياء اللي قادة طلعه اتوقع سيكون طويل فا... أوكي و...يس يا جماعة هذا حيكون اختلاف مش نفس أحمد أبر ربيل المعتاد ما حكي لكم أكثر من هيك حيكون إشي جديد بس إشي من زمان نفسي أعمله فا...ترقبوني يا جماعة حاول قد نبقدر أستعجل الخبر الثالث اللي عادنا عن بيسان اسماعيل والنس الشايب وزواجهم فمثل منترفون بهذا المقطع اللي نزلوه على مخلاله وأنه بيوم عيدنا بيسان اسماعيل رحل هو أساسة جانب برحة رح يكون به مفاجأة نارية والهو أغلبة وقع الزواج حسب الصورة اللي تسربت وبيسان نزلت على سبب الانستغرام شويت اشتريات وبهذا الاشتريات على مخلال إنه رح تنزل المقطع اليوم فالغلب متحمس إنه هذا المقطع حيكون مقطع الزواج أو حيكون مقطع الثاني ناحية لساعة بثمانية فاكتبونا بكومنتات يا حبايب شو نطقان المقطع اللي حينزل هل هو زواج أو لا الخبر الرعبي اللي عادنا عن ناريني بيوتي وكم مرة بحياتها حبت ناريني بيوتي طلعت حد المقابلات وبيه وحدة اسمه كارول وبهذا المقابلة يا حبايب ومذيعة سألتها كم مرة حبيت بحياتك فردت عليها ناريني بيوتي إنه هي حبت بحياتها مرتين واحد من مرت تقريبها طولة سنتين بحياتها ومنرز بالحب الثاني فوضع كم شهر ونفصلت عن بعض وسبب الانفصل الانهيين خذلت من عادهم رحطوكم الاستوريات شوفوها كم علاقة كان عنديك بحياتك بطلع فيي هيك تنين علاقتين طول خزلوني خزلوك طول واحدة دعمت لفترة طويلة فينا نقول سنتين والتانية والتانية يعني فيك تقولي أشهر خزلت الحمد لله عكل شي الحمد لله عكل شي طب الله يبعث لك الكراش يا رب اي واحد وبنفس الوقت يا حباي بسألوها على أبوها وليش هواي ما يصوروا إياكم فصارت تقول نارين بيوتي والأبو هو ما يحب الكاميرا هواي ولكن هوا يدعمهم ولكن من نفس الوقت قادت أكون شي مخبئ ما تقارى تقولها حاليا أورشي هاي بابا اي لوفيو اشتقتلهم لكلياتهم بابا مانو بيكفان من الكاميرا اه يعني بحسوا مثله مثل أغلبية الأبهات بالشرق الأوسط أنا ما كتير بيحبوا الكاميرا فبابا خلف الكواليس كتير بيساعد روح قلبه بحط لنا الفيديوهاتنا على التلفزيون وهون 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 بيبعت لنا أفكار ما بيحب يكون على الكاميرا ما بيحب مع أنا صوته حلو بابا بيغني بس ما بيحب أبدا لا فيه شغلات بتصير ورا الكواليس ما فيني أطلع أحكي عنا يعني الموضوع مانو موضوعي موضوع فيه حدا أكبر مني وراه هو بتفعله الحق يطلع يحكي فيه فأنا ما فيني ولا حد كاميرا وقالت أحكي كده شيء مثل هداك اليوم بعدين بتقولولي لا عم تحكي بتكون أحكي فاكتبنا حباب الكومتا شارككم الكلام اللي ناري بدي قالتها عن الحب ونسوكي شارككم الكلام اللي قالتها على أبوها الخبر الخامس اللي عادنا عده هجم المتابعين على نور ستارز فنور ستارز نزلت على سبب الإنستغرام في هذا البوست وبهذا البوست جام بهذه السطورة وفعلا هي كل كومتاة اللي جدتها صار يتهجمون عليها ولهم من جمهور نارين بيوتي بش صار يتهجم عليها ان انت ساسم بعد رمضان ستتعرين أكثر واللي يتهجم عليها من جمهور نارين بيوتي إنه هذال الدموحين أو لا اكتبوا للا حباب الكومتاة شاركوا بعض الخبار هل تسعى قتاج متعرضات له أو لا وبس والله حباب لنا وصلت المقطع طبعا حباب اليوم رح ينزيكم مقطع على القناة الثاني وقابل او ايه يوتيوبر كل تشبير فوق الاربع مليون ونصف مشترك فاكتبونا بالكومتاة منتقنا هذا المشهور طور حقاة الليل وبس جاكم في هذه المقاطة من هذه القصص ومع السلامة